دايما الأزمات السياسية اللي بتحصل في أي دولة في العالم بيكون لها تأثير سلب كبير خاصة على مدخرات المواطنين وده بيخليهم يدوروا على أفضل وسيلة يستثمروا فيها فلوسهم أو بمعنى أوضح يحفظوا على فلوسهم من خلاله وفي وقت الأزمات الاستثمار بيكون صعب علشان كده الخبراء بتوع الدهب قالوا أن أفضل استثمار آمن دلوقتي هو مجال الدهب لأنه مطمون وكمان سهل التداول وممكن كمان تحقق أرباح من جير أي مجهود بعد ما ترجعت أسعار الأسهم في البرصات العالمية وارتفع معها سعر النفط عالميا علشان كده في التقرير ده هنوضح لحضراتكم ليه الدهب بقى هو الملازل آمن في الاستثمار والحفاظ على فلوسك فتابعونا الدهب ليه شعبية كبيرة بين الجمهور في أي مكان لأنه مصدر حفظ للفلوس في وقت الأزمات وده اللي حصل بعد ما ارتفع سعر الدهب في الساعات اللي فاتت بالبرصة العالمية وارتفاع كبير تجاوز 1973 دولار للوقية الوحيدة بعد أحداث روسيا وأوكرانيا كمان الدهب عليه طلب كبير من البنوك المركزية واللي بتعتبر وسيلة من وسائل الاحتياطات الأجنبية ده غير إن المستثمرين شايفين إنه مجال حفظوا مدخراتهم في الأسواق ولو ما زادش سعره على الأقل حيحافظ على الفلوس اللي اندفعت فيه وده اللي كشفوا تقرير صادر خاص باتجاهات الطلب على الدهب اللي صادر عن مجلس الدهب العالمي بإن الطلب السنوي على الدهب وصل لأعلى مستوى علشان كده إيهاب واصف رئيس الشعب التصنيع الدهب والمعادن السمينة باتحاد الصناعات المصرية قال إن الدهب هو الاستثمار الأفضل والملازل آمن لأنه بيحافظ على قيمة العملات من الانهيار في وقت الأزمات السياسية والاقتصادية بعد الارتفاعات اللي سجلتها أسعار الدهب مع بداية الأحداث الروسية الأوكرانية قال كمان واصف إن بعد ما تراجعت عملات دول كتير لتسجل أسواق المال في معظم الدول تراجعات حد حقق الدهب والمعادن النفيسة ارتفاع كبير جدا بسبب ثقة المواطنين والمستثمرين بحيث ارتفع المعدن الأصفر اللي هو الدهب يعني لأعلى مستوياته في 18 شهر وسجل 1973 دولار للوقية وده كان السبب إن الجرام يزيد تاني يوم مباشرة بسعر جنوني إيهاب وصف أشار كمان إن مش أزمة روسيا بس اللي كانت السبب في ارتفاع الدهب لكمان وقت الجائحة العالمية ارتفع سعر الدهب وكان هو الملازل آمن برضو علشان كده في وقت الأزمات الناس المفروض تتجه للدهب مباشرة وده الرسالة اللي قالها رئيس غرفة صناعة الدهب إيهاب وصف أكد كمان إن المعدن الأصفر بالرغم من إنه الملازل آمن للاستثمار إلا أنه عرضة للتقلبات السعرية بناء على سياسة العرض والطلب وهو ما حدث في تاني يوم من الأزمة الروسية الأوكرانية وتراجع سعر الأوقية للعقود الأجلة لـ 1898 دولار على اعتبار إنه استثمار طويل الأجل مش مضربة وربح سريع إيهاب وصف وجه رسالته الأخيرة للمواطنين إنه ما يسمعوش لأي شخص جير متخصص بيردد أي كلام وخلاص على حد قوله وإن بعض اللي بيتقال على مواقع تواصل اجتماعي الهدف منها تخويف الناس لكن الاقتصاد الآمن هو الدهب اشتركوا في القناة